راجيني انتبهي كان ممكن تنقذي ايه ومناقصني اذا يلا رايح اصلي جدي شاي اتفضل عمي لا شكرا عمي بعرف انه الوقت مو مناسب لحتى بابا يحكي بهايك قصة بس عمي الواحد وقت يحس بغلطه ويكتشف شو الصح بيمبسط وبصير بده يصلحه فورا بس انا متأكد انه كل شي سيء رح يخلص صدقني يلي جاية احلى وكل شي رح يكون منيح كمان وحتى تيتا رح تطيب لانه على علمي مافي اضضل هادي هيك موسيقى انا انا رح فوت قعد جام بستي موسيقى 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 يعني من جهة بنتي هلا بده تبليش حيات جديدة وحلوة ومن جهة تانية حياة امي بخطر ماما لا لا تخلي ستي تضعف لانك عم تبكي بعد ان ستي كتير قوية و لهيك هي رح اضطيب بسرعة سح ستي جبتلكون شاي لا يسلموا اه، سوارة؟ شاي؟ ايه شومي؟ اسمعيني منيح حتى لو انا مريضة، لازم تحتني بحالك وبسوارة حبيبة قلبي وإلا انا رح قوم شدلك ادنك خالة، لو سمحت خدية لان انا اذا رح ضل قلت تيتا هيك انا متأكد هي رح تقوم تضربني وبعدين رح تتخانق مع ابي يلا كرمعلي سوارة، تفضلي سوارة، وقت لزيارة خلص بنتي وجدك كمان طلع من شوي على البيت وراجقيني عم تصلي ولاحقته امي روحي مع ابوك وأنا بضل هون لا ماما انا هي اللي رح ضل هون مع ستي بترجعك يخليني بس سوارة كرمعلي طيب لاك شي، وانت؟ خالة انت روح ارتاحي وأنا بضل هون ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر موسيقى ألو ألو أينك اشتركوا في القناة انت؟ شو عم تعمل؟ انا فهمتك انه ما بقى تتصل فيني مرة تانية فيني افهم ليش دقيتيلي؟ سينزكار انا بصراحة اتصلت فيك مشان قللك انه خلاص انا اخدت قراري برافو كتير منيح انا قلتلك من قبل انه هذا الشي ما رح حصير ابدا ايه سينزكار انا اقتنعت انه انه ما بقدر اعمل كله الشي حلو شكلك بلشتي تعالي لا امو هيك ابدا انا انا بس بدي ينهي كل شو بس لك انا حاولت كتير سينزكار هو بصراحة بعد فيني يتحمل كله الكذب اللي عبيسي دقيقة دقيقة انت شو عم تحاولي تقوله؟ سينزكار انا انا بدي يقول الحقيقة للكل كل اللي عملته لازم ينكشف قصة الخطف والرسائل وكل الشي لانه كل هذا الشي كان غلط وانا كتير غجلانة من حالي اللي شاركت فيه بس لا بكفي انا انا ماني ادراني كمل بها التمثيلية بدي احكي كل شي وتوب عن غلطي شو هالحاك الفاضي اللي عم تقولي راجيني؟ بليك سينزكار انا بترجعك حاول تفهمني شوي انت كان معك حق و... 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 وانت ما غلطت بس بالنسبة لقلي في رأي عائلتي فيني وحبهم لقلي شي كتير مهم وما بقدر اخسره تصدقني كل هاي الشغلات بتعنيلي كتير انا حتى ما فيني عيش بدونها بعدين سينزكار انا كرمال مين بدي اعمل كل هذا ما خلص لك شي تركني ومستحيل يرجعلي بقى انا خلص هلأ باعترف اخسرت لك شي للابات سينزكار ولهيك انا بدي انو قبل ما يعرف حياتي من غيري اعترف له بكل شي وخلي يسمع مني بس كمان بدي ياك تسامحني يا راجيني ما حد رح يعرف اي شي عنا انتي ليش حاب توقح عليك هيك انا بترجعك سينزكار انا ما فيني ضل عايشة بالكسب هيك لاني انا عم بختلق انا عموت باليوم الف مرة سينزكار سينزكار خلص انا ما حد فيني يمثل اكتر من هيك انا ما عندي القوة مثلك ومشان هيك انا رح احكي الحياة للكل فهمني شوي بكفي اللي صار لحد هلأ من وراهاي الكزبي انا خلص رح احكي كل شي عني وعنك قدام الكف راجيني قالتلي ان رايحة تصلي لكن شو عم تعمل هون وكمان مع مين عم تحكي هيك اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اذا بتريد اه حضرتك مع السيد شوبا بوس ايه شو القصة هي منيحة ايه ايه هي منيحة بس في شوية قدوية من برية المشفلة هيك انت فيك تجرب لي اياهم اه ايه فورا طيب شكرا لا راجيني وقفي لا انت ما رح تعملي هيك اكيد ما رح تحكي حقيتي لاي حضا انا لازم احكي سانسكار سانسكار انت حكيك كله صح انا لحد هاي اللحظة ما كان عندي الشجاعة لا اخذ اي قرار بحياتي بس هلأ خلص انا صار عندي هاي الشجاعة بس انت ليش هيك خايف سانسكار انت قلتلي انو ما بيهمك اهلك شو رح يفكروا فيك اذا عرفوا غير انو انت لي كد رح تحكينو صح فلش كلها لقد متوتر اي انسان بيحب علاقات وبيتمنى يحافظ عليها بس المشاكل فيها عم تكون كبيرة الخوف من خسارة العلاقة ما اسمه جبن ابدا سانسكار نحن مسايقين من جوا بس احيانا للخير بيمل مننا وبيقلنا حاجة غباء بقى وللأسف حبنا هو اللي بيدفعنا لنعمل هيك شغلات غلط سانسكار نحن مناح بس وقت منعمل شي مشان انفسنا الظروف اللي حوالينا بتخلينا نبين سايقين مع انو نيتنا ما بتكون سيئة ابدا لك اذا شي يوم خفت متلي تأكد اني رحكون معك وسانتك بكل شي لانو وقت بس رح تفهم انا شو عم حس هلأ سانسكار طيب يعني انتي ما رح تحكي لحدا ما هيك؟ لا انا ما رح احكي شي سانسكار انا وياك شركاء بهاي القصة ولسه لا هلأ لا انا ولا انتي قدرنا نوصل للغاية اللي كان بدنا ياهان سانسكار بتذكر انو قلتلي انو انت خسرت حبيبتك من ورا لك شي صح؟ مو من زمان انا خسرت حبيبيتي للأبد وقلشي كان بسبب لعك شي وجعني كتير بحياتي وحرمني من اهم شي كان عندي شو؟ بس كيف؟ ما بدي احكي عن الموضوع ولو سمحتي لبقى تسأليني عنه بالمرة انا مستحيل خلي لك شي يحصل على حبيبته رح خلي صوارة تتركه ورح خليه يشربني الكاس اللي يشربني ياه وانا وقتا رح كون معو بوحدته ورح ساعده بكل شي خبي واهتمامي فيه رح ينسي وجعه من بعده بس دورقى براسات موافع العلاقي اللي بين لك شي وسوارة باعرف هالشي しょうوذج ارساب هالشي صغير يرش شو كيفك ؟ انا كنت عم بجيب دولة ستي سوارم سمعي ستي كل شي عم يصير غريب يعني تخيلي أني أهلأ حاسس أنه العلاقة بيني وبين سوارم مستحيل التم سوارم أنا بدي أعتذر منك من شان أبي وأنا بعرف أنه تعامله غلط والتفكيره مو صح بس هو يمكن ما بيعرف أنه أنت ما بتحبيني وأنك ما بدك تتزوجيني بس لا تكلي هم بنوب ما حد رح يطلب منك تساوي أي شي إذا كان ضد رغبتك إليلي الحقيقة أنت ولاك شي بس رفقات أنا بحب لك شي إيه بحبه سوارة لا تبكي لأنه أنا أكيد ما رح أتزوجك بالقوة وكمان بعدك ما حد رح يفرض عليك أي شي هم؟ لا أسوارة خلص خليه معيك لأنه مثل مو شاية فلق رح تحتاجيه كتير صح ستي رح تغرقنا بدموعه لا بيقولوا لما تخلي منديل حدا معك بيصير مشاكل هم؟ لا أخليه معي لك خلص نحن شمعنا خنا سوارة لا عد تبكي لأنه ما معي غيره بس ليكي إذا ما اضطر بجب لي غيره هم؟ تيتا أنا معي حق ما راجيني كيف نسيتها؟ بتكون لحالة قاعدة هلأ ألو إيه راجيني؟ خبريني شو كنتي عم تعملي بغرفة المراقبة ومع مين كنتي واقفة؟ ليش؟ أنت كنت هنيك؟ إيه راجع لعن ستي بس فكرتك رجعتي عالبيت فورا هو أنا شوف الموظف من الحارة تبعنا وكان عم يحكي لي عن وضعه يعني هو كان عم يقل لي إنه إله زمان قاعد بلا شغل وبعدها من كم يوم بس ضبطت أموره وأخذ هاي الوظيفة بالمستشفى وتعين فيها لك شيء منقدر بكرة الصباح نلتيق ثلاثتنا؟ مين؟ أنا وإنتي والشاب؟ لا أصديق موسيقى 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 ها فكرة ليكوا كثير تعلين حلوين مع بعض أنا بعرف إنه الظرف هلأ مو منيح وبعرف إنه ستي بالمستشفى بس بتعرفي سوارا أكيد هي رح تتحسن معيك بعدين حتى الدكاترا ما عم يتخوفوا من شي فلا تقلقيه وأنا متأكدة إنه هي حاسة إنه بهاي الأوقات السيئة السعادة دقت بابنا وأخيرا وأبولا لك شي قبل إن كن ترتبتوا ببعض وتروحي كنة على بيتهم يعني هلأ صار الشي اللي كنت بتتمنى واللي نطرتوا كتير واللي كانت سوارا بديها كمان لازم تنبستون وحلمكن صار حقيقة شبك راجيني؟ ليش عم تساوي هيك؟ بترجاكي لا تجبري سوارا لها إنه تحبني ولا تتزوجني معلي؟ راجيني هاد الشي مبهي سهولة يعني نحن هلأ بهالوقت سوارا انتي متوترة على الفاضي يعني ليكي هلأ نحن ما عم نعرف المستقبل شو مخبيه لنا ولهيك لازم نعيش حاضرنا بكل لحظة فيه بس راجيني انتي هلأ ليش عم تحكي كل هذا الحكي؟ موافقت بابا ما رح تغير شي أبداً انتي فكرت شي مرة إذا كانت سوارا بتحبك أو لا؟ راجيني سوارا ستي كمان بدي هالشي بالنسبة لإله ما في شي عنده بيهدني أهم من ساعاتك سوارا لك شي أنا من هلأ بدياكم تمشوا مع بعض وتضلوا سوا و بدي تكون خطواتكم وحدة بدي تسبتوا العلاقة بيناتكم و بدي تتفقوا مع بعض لحتى روح وأحكي مع ماما وبابا بها القصة لك شي انتي عبرت عن حبك لسوارا مرات كتيرة بس هلأ صار دور سوارا هي ما رح تحكي مشان هيك انتي لازم تبدأ بالأول أنا لازم عاني من هالوجح لحتى قدر أحصل على لك شي سوارا أنا مو مصدق إنك رح تكوني شريكة حياتي من هلأ أوراي أنا رح حاول إني أسعدك و ما خليكي تبكي ولا تندمي أبدا رح خليكي عم تضحكي دائما وهالابتسامة الحلوة ما رح خليكي تفارق وشك بالمرة لأنه بدي اتصبح فيي كل يوم بس فيه لك شي فيني قل لك شغلة ما بتحس إنه لسه بكير عالحكي هاد قصدي نحن لازم ناخد وقتنا يعني نحن لسه ما بنعرف بعض منيح و ما لازم ننسى وضع راجيني أنا بعرف إنه هي بدي أنا نكون مع بعض بس لك شي علاقتك فيها ما إلي كتير من تهي ولحتى الكل هي رتاح لازم ناخد وقت أكتر سوارة أنا مو مستعجلة بس أنا مستعجلة لشو الانتظار كل هالوقت؟ انت بتحبي لك شي مو سوارة؟ راجيني لا تفكري فيني ولا تعكلي هم بنوب هلأ لازم تفكروا ببعض مو فيني ولا تخافوا أنا منيحة راجيني؟ سوارة لسه موجاسة شو المشكلة سوارة؟ يعني أنت مو متأكدة إنك بتحبيه؟ بلا متأكدة بلا بلا هل بس هلأ تعرف شو لاك شي؟ هي سوارة يمكن صارت تخجل متل ما كنت أنا ليك عم أمزح معكن؟ شو فلاك شي؟ بما أنه انت بتحبي سوارة وهي بتحبك كمان، فشو قلو داعي الانتظار وتضيع الوقت لحت ترتبطوا ببعض؟ تعرفي شو سوارة؟ هالعلاقة شافت كتير صعوبات ولهيك صارت قوية كتير ولهيك كمان ما في داعي لأنك تستني لأنه أحيانا الأمور بتنعكس إذا أجلناها كتير امشي ورا قلبك ولا تخافي راجيني لوين رايحة؟ انتوا لازم اضلوا لحالكم اغتيال حلوة لمشاهدة المزيد من الحلقات يمكنكم الاشتراك في قناتنا وتفعيل الإشعارات لتكون أول من يشاهدها